ننتقل ملف جديد ومش جديد نتكلم تاني عن كاس العالم للأندية قرر الاتحاد الدولي لكورت القدم نتكلم عن الفيفا إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كاس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية دي هتكون من خلال يوم 12 لغاية 22 ديسمبر 20 23 أعتقد ده خبر حلو جدا كان ذكر الاتحاد السعودي كمان عبر الحساب بتاعه تويتوير تحديدا هو كان قال كده الاتحاد الدولي لكورت القدم يقر ان السعودية بتصطديف كاس العالم للأندية 20 23 وفيفا كان مفروض ان هو بيدرس وبيفضل بين الملف السعودي ملفات تانية كانت يعني مقدمة لاستضافة كاس العالم للأندية لغاية لما استقر على السعودية وطبعا زي ما احنا عارفين المغرب اللي كانت مصطديفة النسخة اللي فاتت فبالتوفيه وتوقع ان هي هتكون النسخة برضو تنظيميا نكحة جدا يا كريم ده بلا شك وحيبقى من حسن حظ اي فريق عربي انه يشارك في النسخة دي تحديدا من كاس العالم للأندية طالما هتتلعب على ارض المملكة العربية السعودية بحكم المحبة وبحكم العروبة وبحكم اعتبارات كتير لازم تتاخذ بالاعتبار اكيد انه عدم الامور بيفرق جدا مع اي فريق مشارك وانا بكرم طبعا عن فريق عربي بشكل عام وبالمناسبة بكده بتعد بقى السعودية هي الدولة رقم 6 اللي بتستضيف نهايات كأس العالم للأندية منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد سنة 2000 هي رابع دولة عربية كمان تستضيف نهايات دولة مونديال الأندية بعد المغرب والامارات وقطر الجديد بذكر ان كانت مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية هي لاستضافة النسخة الاولى من مونديال الأندية سنة 2000 واستقر وقتها فيفا على اقامة النسخة التانية من البطولة في اسبانيا سنة 2001 لكن اللي حصل في ذلك الوقت ان تم الغاء البطولة بالكامل بسبب افلاس الشركة الرعية في 2005 استضافت اليابان نهايات المونديال وظلت البطولة تقام هناك حتى نظمتها دولة الامارات الشقيقة سنة 2009 اللي تصبح هي تالت دولة تفوز باستضافة البطولة العالمية والأولى عربيا نظمت المملكة المغربية بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2013 و2014 قبل ما تعود المنافسات مرة تانية إلى دولة اليابان في نسختين 2015 و2016 ونجحة الامارات في استضافة مونديال الأندية لعام 2017 ولم تغادر البطولة الدول العربية منذ ذلك الحين وده برضو من حسن الحظ اشتركوا في القناة